إن الولايات المتحدة تؤكد ترحيبها للدعم في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية كما نرحب بدور روسيا للانضمام إلى تلك المعركة ولكن استهداف المقاتلين المعتدلين لا يضر داعش ويجعل من السهل على الأسد مؤصلة وحشيته على الشعب السوري كما يهدد بتثاقم التوترات الطائفية التي تغذي تطرف وتشجع المزيد من المقاتلين والأسيما الأجانب الذين يتدفقون للقتال في صفوف داعش رفض الأمريكيين التنصيق معنا في حملة مكافحة الإرهاب هو خطأ كبير ونحن مستعدون بجدية لمثل هذا التنصيق على الرغم من أننا محرومون من المعلومات حول مكان وجود الإرهابيين وفقا لمصادر أمريكية وكذلك عن مكان وجود المعارضة الوطنية ونحن على استعداد لتقديم الدعم الجوي للمعارضة الوطنية أيضا بما في ذلك ما يسمى الجيش السوري الحر ولكننا بحاجة للتواصل مع الناس الذين لديهم السلطة لتمثيل الجماعات المسلحة التي تقاتل الإرهابيين وجماعات أخرى ترجمة نانسي قنقر